بمحاور مقلصة ومواد اختيارية تصر وزارة التربية على إجراء الامتحانات الرسمية بموعدة فأجواء إيجابية بدأت تظهر عن توفر الأموال اللازمة لإجراءة لا تبقى إشكالية المراقبة والتصحيح وتلويح الأساتي ذيب المقاطعة مصادر الـ OTV كشفت أنه رؤساء الروابط التعليمي لتلي تلتق وزير التربية على هامش مؤتمر خارطة الطريق نحو الإصلاح التربوي بالسراي الحكومي وقالوا له ما تتطمن إذا ما عطيتنا شيء بطمن رابطين مراقبتهم الامتحانات بثلاث شروط رئيسية الشرط الأول تقادر رواتب الأربعة لأقرت للقطاع العام خلال فصل الصيف وهن طمأنون الوزير إلى أنه أرسل كتاب لرئيس الحكومة نجيب ميقاطي لاستثناء الأساتي ذي والمعلمين من شرط الحضور 14 يوم خلال أشهر تموز آبو أيلول وبانتظار رد ميقاطي الشرط الثاني قيمة بدأ الأتعاب المشاركة بالامتحانات هون أكد لون الوزير تخصيص حوافز مالية للمشاركة من دون الإفساح عن المبلغ لا يردوا عليه بأن الحوافز واحدة ما بتكفي لأنه همّن الرواتب والاستمرارية خلال فصل الصيف فالامتحانات على حدة والرواتب على حدة هيدا إلى جانب ضرورة صرف مستحقتهم المتأخرة لسيما عن الفصل الثاني من دون تمييز بين المحافظات ولكن هيدا كله كوم وتخوف الأستيدي من عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب ابتداء من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية كوم فعندها ما بيعودين فعشي الأستيدي ما أقفلوا الباب بوجه الوزير فهناك متسع من الوقت قبل الامتحانات والمشاركة رهن ما سيعلنوا فرغم الإيجابية مدقوا الفول طيسير بالماكيول وهيدا بناء على تجارب سابقة لكن قصة بريئ الزيت اللي بتنتهي دايما بإجراء الامتحانات من دون الاهتمام بما حصلوا لتلميذ من تعليم ومهارات ترجمة نانسي قنقر